حكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016 وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي وطالبت اللجنة خلال اجتماعيها من حكومة المهندس شريف اسماعيل بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل تشوهات في التأمينات والمعاشات وشهدت اللجنة مطالبة محمد وهبالله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حكومة المهندس شريف اسماعيل بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية قائلا إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد سيتحرك اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة لوضعه معنا على الهاتف سيادة النائب هيثم الحريري صباح الخير يا سيادة النائب صباح الخير يا فندي معلش بيمن حرك معي بقى أنا حسألك في شقين حرجع للخبر اللي فات على طول بخصوص قانون الخدمة المدنية وأفكر إنك شرحتنا هنا في صباح دريم سابقا أسباب اعتراضك على القانون رأيك إيه يا فندي في الموافقة المبدئية اللي أبدها البرلمان على قانون الخدمة المدنية هل أغلب نقاط الاعتراض أو اللي كانت محل الجدل تم معالجتها؟ بس يا عربك أنا عايز أعلق بتعليقين على زميل العزيز خلد شعبان الجزئة الأولانية النواب المحترمين في مجلس النواب تحرروا في 20 يناير 2015 2016 من كل الضغوط السياسية والحزبية ورفضوا قانون الخدمة المدنية اللي كان موافع عليه رؤساء الهيات البرلمانية وضعماء تكتلات تقريبا بنسبة 200% تقريبا يعني وبالتالي النائب يستطيع في أي لحظة أن يتخذ قراره بنفسه إذا أراض أما إذا يعني إنحاذ الحكومة في تعديل إنحاذ حتى رئيس الجمهورية لما بنادى بالقانون أو تحدث عن القانون فده مش معناه أنه في تغيب مرت عليه معناه أنه خد قراره من نفسه هو يعني يواسع الحاجة الأخرين بيواسع عليه أو بيادعون المواسع عليه فإحنا نستطيع أن نحن نعيد يقرر مرة أخرى ونتمثل بتعديلاتنا بتعديلاتنا لأن هذه القوانين لاتوا فيناها الحكومة الحكومة دي بتاعتنا إحنا إحنا اللي جايبينها إحنا لو ناتشتغل صح أو تشتغل غلط لكن فكرة الحكومة جابت القانون فإحنا عايزين نواتع عليه ده تعبير خاطئ إحنا اللي بنمشي بحكومة نحط إزياساتنا دي جزئية الجزئية الثانية أنه يعني أعتقد أن السواد الأعظم جوه المجلس شعر بمدى استحسان المواطن المصري اللي قراره في 20 يناي برابط القانون إحنا مش رفضين قانون خدمة مدنية في المجمل إحنا رفضين المواد التي تمس حياة المواطن المواد التي تمس العدالة الاجتماعية الأجور الحكومة المادية الأدبية لكن اللي بينظم العمل اللي بيعيد هيكلة الجهاز الوظيف وده مش موجود أصلا في القانون اللي بيحاول يقلل من التراحل اللي موجود هو القانون إحنا كل ده معاهم خلفنا معاهم على أن الناس حتمفجر إحنا بنحاول يعني نمنع الانفجار لو هم مش شايفينه أجينا بقول لهم الناس حتمفجر خورشو لأنه الانفجار خورشوه مش حيمسين إحنا بس حيمس البلد كلها لو هم شايفين وعارفين ومتعمدين إن هم يوصلوا المواطن للمصر لحد الانفجار فدي جريمة حق البلد كلها طيب حسأل بقى حضرتك أو أخذك للخبر التاني لأنا قريته دلوقتي عن موافقة زيادة المعاشات بنسبة 10% قوى العمل إيه رأيك يا سيادة النقب؟ القرار جاي في وقته المنسبة دي كافية مثلا مقارنة بارتفاع الأسعار والتضخم أعترف أعترف أنه قرار رئيس الجمهورية بوضع حد بزيادة الحد الأدنى للمعاشات الخاصة هو قرار محمود ولكنه ليس كافي وأنه هو يحط بحد أدنى 75 جنيه قرار أيضا محمود وتوجه السياسة محمود ولكنه أيضا غير كافي إيه مجموعة الإجراءات اللي بتشوفها سيادة النقب لكت يجب أن تصاحب هذا القرار من هما دولة النقبين عايزة أغاريهم أولا مبدأ أن يأتي حد أدنى ده مبدأ دستوري لكن ما قالش 500 جنيه قال المقود أنه هو يخفل حياة كريمة و500 جنيه لا تخفل الحياة أصلا لوحد طلع على المعاشة وربها يا عتيزة كان عنده مرض مزمن عنده زوجته ضعبانة عنده بنته مطلقة عندها عيل عنده يبني ما اشتغلش 500 جنيه لي ما تكتيش طفل صغير أكله شربه لبن جديه الثاني أنه هو حط وضع حد أدنى لقيمة المعاشة ده قد بيقلل الفجوة اللي موجودة بين المعاشات احنا عندنا معاشات بتقوصة قوة 5000 جنيه نخرج من قسمتين الخدمة المدنية والمعاشات الزاي إن سياسة الحكومة الاقتصادية الزغاية الحكومة دول الوقت تيجيوا تزامنا تشريكي إحنا ما عناش فلوس نجيب منين وإحنا بنقول لهم الفلوس موجودة في البلد من السارة بقالنا 50 سنة وفي نفس عيشة ويز جزا 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 الناس دي عليها أنها تسدد جزء من حياتها دي للبلد عندنا ضراجة تسعودية كانت أيام مبارك 42% دلوقتي بقى 22.5% بالتأكيد إحنا صرفنا الاقتصادية المتحسنش عشان نخفض الضريبة الجزء الثاني المستشارين الموجودين جوا الدولة في ملايين أو في ملايين مستشارين ياخدوا الملايين منهم جنيهات من موازنة الدولة إحنا ليه سايبينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا بنتكلم على أراضي منهوبة بمليارات والدولة بتعترف بده لكن ما بتاخدش معاي إجراء أنا عندي فلاحين عايزين يسوع فلوس للدولة عشان يصحح وضعهم اللي ورس أرض من أبو ولا اللي غير عاعد وعايز يسجل كل فلوس دي فلوس ترجع للدولة الدولة ما بتعمليهاش الدولة سايب الفلوسها المنهوبة وبتدور على الغلاب كل واحد تجيبه مين جنيه ولا مين جنيه عايزة تاخد منه حتى فكرة المجلس لما قولي كان عايزة أفضل 300 كنيه على الأسور والفلد منت بدل ما تفضل على الأسور والفلد افضل على الفلوس اللي جابت الأسور والفلد افضل على زود الدرائب هي دي لحق العدالة الاجتماعية لكن فكرة الجباية هي حكومة بتفكت بطاية الجباية قدمتوا الحلول دي الست النائب للحكومة اتناقشتوا فيها مع حكومة المهندة شريف اسماعيل طبعا اولا كان فيه لخاء شخص دي وغير الوزير لما كان بيعابل أعضاء المحافظات وانا قلت الكلام ده يعني تواجه على مرأة وما سمع منه حتى يمية جادمنا وما يشبه يعني خناها صغيرة يعني وقلنا الكلام ده وانا بنعقب على الحكومة وكننا بنرفض الحكومة وانا الكلام ده وانا بنتكلم في الموازنة وبنرفض الموازنة احنا مش بنرفض لأجل الرفض أصعب شيء في الوحدة اللي احنا موجودين فيه لكن احنا خاتين على البلد احنا بنبدأ ان احنا اكثر الناس خوفا على البلد وبقول ان السياسة اللي موجودة دلوقتي هي نفس السياسة مبارك اللي غرقت البلد دي يامنا نفوق كلنا حكومة ورئيس ومجلس يامنا احنا بنغرق البلد وإحنا كلنا ماثولين انا مش هتنصر من الماثولية بس فانا على الال يعني قدام ربنا قدام الناس بقول اللي يمليه عليها ضميري واللي يطلع البلد دي لقدامي على بقى النواب انهم يعملوا ده وانا بطالب بعد اثناء حرارة وانا عرف ان انا خدت النواب الكتير انا بطالب مرة تانية باذاعة الجلسات على الهواء وبالتصويت الالكتروني لان هو ده اللي بيفضح مواقف الاحزاب والخطر السياسية واي حد ديك يعمل عكس ما يقول فاعتقد ان احنا سألنا كتير في موضوع عدم اذاعة الجلسات على الهواء وما اخذناش ابدا ما اخذناش ابدا اي رد مقنع الحقيقة فاطلب منه ان هو يعرض القرارين دولار على التصويت الالكتروني ساعتها هنعرف مين رافض اذاعة الكلسات ويتحث قدام المواطنين ومين رافض التصويت الالكتروني لكن برضو رافض القرارين دولار يكونوا بالتصويت الالكتروني انا عايز اعرف مين اللي رافض ده الجعم مصر قال احنا موافين على اذاعة الكلسات على الهواء طب جال اغلبية ده الواحده ممكن يمرر القرار ده يبقى مين بقى اللي رافض ها رئيس المجلس يوم أصلاحها في الرب علي أن يتبرع من هذا الخطأ ويسيب الأمر للنواب اللي يرفض يرفض ضدام الشعب واللي موافق يبين أن هو موافق بشكرة جزيل الشكر سيادة النائب هايتم الحريري حياء أنه يعني الأسوأ من أنك تبقى في أزمة أنك أنت لما تطرح حلول وأفكار للأزمة دي وتنقشها ما تاخدش رد عليها ده الحقيقة